عندنا أخطاء، كل الناس عارفة إيه الأخطاء اللي موجودة في النادي الأهلي ولكن من ضمن الأمور اللي بتتقالها، هتكلم فيها مع حضراتكو كمان شوية ولكن أنا عايز بس حد من المنظومة الرياضية واحد، شخص واحد من المنظومة الرياضية اللي في مصر عندنا كم واحد بيتكلم في الرياضة في مصر عندنا أقول إيه؟ 2 مليون، 3 مليون، 4 مليون، 5 مليون يعني مسؤولين في الرياضة في مصر أنا عايز واحد بس يطلع يقول لي أن هذه المنظومة إمتى جمهور الأهل إمتى لعبت النادي الأهلي خدوا أجازة في الثلاث سنين الأخيرة مش هقول في الآربعة سنين الأخيرة من بعد كورونا سنتين في السنتين الأخيرتين إمتى لعبت النادي الأهلي خدوا أجازة المنظومة الرياضية في مصر أرهقت اللاعبين كنا وحشين آه كنا وحشين في الشوت الأول كنا سيئين ونتغلب واحد واثنين وثلاثة واربعة آه كان ممكن ده يحصل بس لده مستوانة ولا دي لعبتنا في الشوت التاني كنا أفضل آه أفضل بس مش هو ده النادي الأهلي اللي احنا مستنيينه زي ما قلت لحضرتك إن فيه نوعين من الناس ناس حسنة النية بتقول إن النادي الأهلي عنده مشاكل وده طبيعي جدا وفيه ناس تانية مش حسنة النية عايزين يهدموا المعبد ويوقعوا النادي الأهلي بس علامين النادي الأهلي ما بيقعش والأهلي وجمهوره فوق كل الناس ما احترامنا لكل الناس مجلس إدارة لجنة كورة شركة كورة أعضاء أي حد النادي الأهلي واسمه فوق أي حد موسيقى موسيقى